أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة للسيطرة على الأسعار خاصة المنتجات الغذائية وخلال مؤتمر صحفي أوضح مدبولي أنه تم التوافق مع الغرف التجارية على تخفيض أسعار السبع سلع أساسية مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار يقوده ثبات في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة تم التوافق على أن السبع مجموعات سلع رئيسية الآتية حيبدأ عملية التخفيض في أسعارهم بنسب ما بين 15% ل25% وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية التخفيض منذ أمس ولكن هو فعليا توفقنا أن بحد أقصى يوم السبت الجاي هتكون كل منتجات اللي تخص هذه السلع هتكون بيحصل فيها التخفيض ما بين 15% إلى 25% وحيبقى مكتوب السعر الحد الأقصى للسلعة على كل المنتجات ولكن هيبقى كمان معناها أنه ممكن يبقى ده الحد الأقصى ولكن يبقى فيه مساحة كمان للخفض عن هذا الرقم لكن خلينا أؤكد إيه هي السلع دي إحنا بنتكلم على الفول والعتس والألبان منتجات الألبان والجبنة البيضة الماكرونة السكر الزيت الخليط بتاع زيت الطعام والرز دي المجموعات الرئيسية ولكن بالإضافة إلى ذلك تم التوافق أيضا مشكورين مع اتحاد منتج الدواجن والبيض على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض المائدة حيبدأ برضو تطبيقه في هذا الموضوع